للحديث أكثر مشاهدين حول أزمة تال انسداد الحاصل في محافظة ديالة ينضم معنا المحللة السياسية سيد عائد الهلالي سيد عائد حياك الله لنبك مان عبر الشاشة الدجلة بداية انغياب التوافق السياسي أبقى ديالة بدون حكومة محلية منذ 174 يوم متى تتحمل الكتل السياسية المسؤولية وتتفق فيما بينها وتغلب المصلحة العامة على حساب المصلحة الحزبية يا الله بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم أخي العزيز والإقناة الموقرة والمشاهدين الأكارم بكل تأكيد تعقيدات المشهد السياسي تأتي من تعقيدات المشهد الديمورافي وتأتي من تعقيدات المشهد الجغرافي أيضا لديالة فديالة لها حدود مع إقليم كردستان ولها حدود مع ربما تتمدد إلى بغداد وفئة الغرب الطارمية عبر نهار الدجلة وكذلك حدود كبيرة وواسعة مع جمهورية الإيران الإسلامية وواسط وما إلى ذلك فهي محافظة معقدة طبغرافيا ومحافظة معقدة ديمغرافيا التنويع والتشكيلات العشائرية والسياسية الموجودة في ديالة كلها تعتقد أن منصب أو المناصب الموجودة في ديالة يجب أن تكون من حصة هذه الكتل أو التشكيلات سواء كانت عشائرية أو سياسية القضية انسحبت إلى المكونات الحزبية والمكونات العشارية فالجميع يطالب بتوزيع المناصب داخل ديالة وفق رؤاهم يحددها أو هم يرونها هكذا لكن هذا سوف يعقد المشهد بشكل كبير جدا الخلاف الآن اللي موجوده وأنتم تعرفون بشكل دقيق جدا أنه ديالة الآن 15 مقعد لمجلس المحافظة 8 ب7 الكتلة التي كانت تتسيد المحافظة والتي يتزعم سيد مثنة تميمي محافظة ديالة هي التي تصر على أن يكون سيد مثنة تميمي أيضا محافظة ديالة وتعتقد أن هذا المنصب من حق الكتلة الأخرى التي دخلت أيضا فيها كتلة طبعا هي فيها أحزاب شيعية وفيها أحزاب سنية والمشكلة الأساسية أن هذا الخلاف حقيقة هذا الخلاف اللي يعقد المشهد بشكل كبير لو اتفقت الكتل الشيعية أو اتفقت الكتل السنية واعتقدت الكتل الشيعية لو اتفقت هي الأقرب إلى أن يكون هناك انفراج الأزمة لكن إصرار دولة القانون على مرشح توافق إلى ربما وإصرار الكتلة بدر على أن يكون السيد مثنة تميمي هو المحافظة أو عادة تجديد الثقابي هو ما عقد المشهد السياسي في المحافظة سيد عاد كما تحدثت وكما معروف أن الخلاف السياسي هو حول منصب المحافظة في ديالة لكن أعضاء مجلس المحافظة أكدوا عبر دجلة وقبل قليل شاهدنا في التقرير أنه الخلافات أيضا حول منصب رئيس مجلس المحافظة وأيضا مديري الدوائر وكذلك الوحدات الإدارية إذن هل نحن في صدد تعمق الانسداد وغياب أي بوادر لانفراجة سياسية؟ نعم سيدتي أكرر التحية لك سيدتي مرة أخرى شكرا لك وأقول أن مشكلة ديالة بتنوعاتها الكثيرة التي موجودة الكرد والعرب والسنة والأحزاب الموجودة أيضا للانشقاقات الكثيرة الحاصلة في الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية هي من ألقى بضلالة على تعميق الأزمة داخل محافظة ديالة فالجميع لديه الرغبة في أن يكون أكبر عدد ممكن من المناصف في هذه المحافظة من حسنة وهذا أمر غير مقبول إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع هذا الموضوع بكل تأكيد مدفوء بأنه ديالة ثرية جدا ديالة لديها منافذ عدودية ديالة لديها النفط ديالة لديها إمكانيات زراعية كبيرة جدا فأنا أعتقد من وجهة نظري أن الأحزاب السياسية تحاول أن تستأثر بهذه المناصب من أجل أن تعظم مواردها المالية وبالتالي إذا عظمت مواردها المالية من الممكن أن تعظم مساحاتها الجماهيرية وتكون لها السطوة والسيطرة في محافظة ديالة وهذا أمر مرفوض اليوم نرى أن هناك حالة استقرار سياسي حصلت في البلد أن هناك مشاريع عملاقة طلقة الحكومة وبرنامج الحكومي اليوم ديالة محرومة من هذه المشاريع لأنها بدون حكومة لا حكومة تشريعية ولا حكومة تنفيذية فبالتالي المواطن هو المتضرر الأول والأخير من الأزمات السياسية ومن مشاكل القادة السياسيين سيد عائد هناك ثمان أعضاء للمحافظ كتلة محافظ المثنى صارف يعني فريقين ديالة ثمان أعضاء لمحافظة ديالة سبع أعضاء للفريق الآخر ولا واحد من الفريقين يمتلك أغلبية في المجلس طيب ما الحل سيد الفاضل أنه عملية الذهاب إلى تعميق الفجوة ما بين الكتلة السياسية كما قلنا سوف لن يصف في صالح المحافظة اليوم المحافظة دارها إمكانيات كبيرة جدا من الممكن أن ننهض بها على الاعتبار أن هناك شركات عالمية كبيرة جدا استلمت ملفات في هذه المحافظة سواء في مجال الطاقة في مجال الأمار في مجال كثيرة جدا وبالتالي الإصرار الإصرار على أن يكون المحافظ من هذه الجهة أو من تلك هذه مشكلة كبيرة جدا كتلة السياسية أن تدرك خطورة الوضع ديالة إلى الآن لا زالت مدينة فيها أشياء الكثير من السلاح لا زالت هناك عصابات لداعش موجودة في هذه المدينة لربما أن بعض الأطراف تحاول أن تحرك بعض الأبرع في ديالة وشاهدنا أن ديالة قد تعرضت في الفترة الماضية إلى حقيقة إلى عمليات إرهابية خطيرة جدا راح ضحيتها العديد من الأبرياء فبالتالي نصيحتنا للساسة أن لا يتمادوا بشكل كبير جدا في تغليب مصالحهم على حساب المصالح الجماهرية أو على حساب أبناء المحافظة لأنها بالتالي سوف تنعكس سلبا على أبناء المحافظة ولا ربما ينفلت الوضع لا سامح الله لا سامح الله وضحت الفكرة المحللة السياسية سيد عائد الهلالي شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل اشتركوا في القناة